معنا من بيروت مراسلتنا دارين الحلوي وأبرز ردود الفعل على كلمة البطريارك بشارة الرعي ألافت فضيلة أن أبرز ردود الفعل أتت من حزب الله مباشرة عبر أحد نوابه وهو الذي حذر من مخاطر تدويل الأزمة اللبنانية على وجود لبنان وكيانه مستخدما ربما نفس التعبير أو نفس المخاطر التي تحدث عنها البطريارك الماروني في رد مباشر على هذا الطرح بالإضافة إلى أحد رجال الدين المقربين من حزب الله الذي قال أن الحياد في هذه اللحظة وفي هذه المنطقة وفي هذه الظروب هو خيانة طبعا بين التهويل والترهيب كان هذا الأمر متوقعا لكن اللفت أن هذه المبادرة التي لاقت التفافا شعبيا وسياسيا خجولا من بعض الأحزاب المسيحية كان اللبنانيون ينتظرون ويتوقعون أيضا من معارضي حزب الله التقليدين أن يسجلوا مواقف من هذه المبادرة لكن أبقى هؤلاء على صمتهم هؤلاء طبعا نتحدث عن طيار المستقبل أزدعيم الدرزي وليد جمبلات وغيرهم من القيادات السياسية التي شاركت في ما سمي سابقا ثورة الأرز التي طالبت بسيادة لبنان واستقلاله وهي مطالب ربما تتضمنها مبادرة بكركي لكن أكثر ما يخشى منه اللبنانيون أن هذه اللحظات يعيش فيها اللبنانيون ربطا للنزاع بين حزب الله وخصومه التقليديين وهذا الأمر هو الذي أدى إلى سيطرته على مرافق الحكم في البلاد من دون أن تكون هناك معارضة واضحة تحد من سطوته على مرافق الحكم طبعا بانتظار ردود الفعل هذا لابد من التوقف أيضا عند ردود الفعل الدولية خصوصا وأن أكثر من مسؤول دولي كان قد أعلن سابقا أن ليس لديهم ثقة بهذه الطبقة الحاكمة فكيف لهم أن يعدوا مؤتمرا دوليا يعني يضم هؤلاء المسؤولون المسؤولين وينتظر منهم أن يطبقوا ما سترسوا إليه خواتيم هذا المؤتمر الدولي شكرا لك دارين الحلوي من بيروت شكرا لك